وابح ان الحلقة بتاعة النهاردة حلقة اثارت كثير من الشجون واثارت كثير من الكلام والنقاش والحوار لان هي في الحقيقة في الحقيقة انا بفكر ان انا نتكلم عن الملف دوت لان في حيات كتيرة ما تكلمناش عنها في الملف ده بالذات واذا ما كناش منتكلم عن الحيات دي فهنتكلم عن ايه يعني سيبونا معايش التليفون بعد اذنكم ديئة واحدة بس اذا احنا ما تكلمناش عن ده اذا ما تكلمناش عن واحدة نازلة عشان تلحق البيت مما يتهد فيواحد بتحرش بيها واحد بيقولها انت ايه اللي بينزلك من البيت خنقتونا واخدتو مكاننا في الشغل طبع ترجع البيت والبيت دي ايكله ايشرب ازاي في حيات لازم تتحل لازم نتكلم فيها وهتكلم فيها مرة تانية هتكلم فيها مرة تانية لان احنا لازم نتكلم احنا اللي حصل بالتحديد لما قلنا فيه ناس اجبروا المرأة على انها تنزل من الشغل وفيه ناس دفعوا المرأة من غير ما يبقى فيه وعي باختلاف الادوار اللي عيحصل احنا ننزل نزلة المرأة في الشغل والناس مش عارفة تعمل ايه في الادوار ده اللي احنا فيه دلوقتي اللي انا بشوفه في الارشاد الزواجي دلوقتي ان دي نتائج احنا مكناش حاسبين نتائجها الراجل اللي مراته هتنزل في الشغل عشان تساعده لازم هو يستحضر قوله صلى الله عليه وسلم اذا كره منها خلقا راضية منها الاخر يعني هو اللي يساعدها على ان هي ما تضعش اونستها ما هي بتساعدك ايه اخي والراجل اللي زوجته اللي هو بيقوم بادوار زوجته اللي لازم هي تشيله فوق دماغها لكن اللغبطة في الادوار دي مش هينفع تمشي كده البيوت معلشي لازم نتكلم لازم نتكلم مع بعض بجد واذا ما كناش احنا اهل الخطاب الدين هيتكلموا في ده مين اللي هيتكلم الناس بالوعد مين اللي هيصح الناس مين اللي هيقذ الناس